وصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوية المفضلة بازي الشباك الخصوم بكمس الفربول وذلك المرة امام مرينت فورد في الموارد التجمع مع ملعب انفيلد رود لحساب الجولة الثانية من وفاسات الدورة الانجليزي الممتاز عدف محمد صلاح انجاء في الدكاق السابعين من عمر بن وراه من انفراد تن بالحارس اللي يضعف الشباك بكل سهولة وبذلك الهدف رفع صلاح رصده من الاداف الاثنين بعدما كان قد سجل في موارد الماضية امامها بسويتشي تاون في الجولة الافتاحية من البرميولي وانطلق الموارد ليفربول برينت فورد مساء اليوم الاحد في تمام الساعة الثانيسة والنصف وانسان بتوقيته القهيرة ومكة المقرمة على ملعب انفيلد وجاء الهدف ليفربول الاول عن طريق لويزي ياس في دكاقه 13 بتزيدة قوية بعد تمرير رائع من زميله ديجو كوتا ليمنح ريز التقدم وجاء الهدف الثاني عن طريق اللايب محمد صلاح في دكاقه السابعين وفي النهاية اتاتي المعرى بفرز نادي ليفربول بنتيجة 2 صفر والحد هنا ونقل نصنية للفيديو ما تنسى اتشرفي كان فازرق رسو تميل لاحق البريديو سلاك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته